يلا بنا يا حبيبي نشوف مع بعض الأنشطة يعني ايه أنشطة يا أستاذ يعني عايزين نفكر مع بعض نشوف رسومات ونفكر ونشوف أعداد ونفكر نشوف أول نشاط بيقول لي كون مجموعات مختلفة من الكرات الآتية شايفين مع بعض عدد من الكرات منها ملون باللون الأحمر ومنها باللون الأزرق ومنها باللون الأصفر عايزين نكون منهم مجموعات مختلفة مع بعض إزاي يا أستاذ واحد حيقول لي يا أستاذ أنا حجمع الكرات حسب الألوان يعني ايه قال لي يعني حجمع الكراتين اللي باللون الأزرق مع بعض شايفينهم كده مع بعض أهم وروح مجمع الكور اللي باللون الأصفر مع بعض في مجموعة أهي جمعت مع بعض وجمع الكرات اللي باللون الأحمر مع بعض ايه جمعت اللي باللون الأحمر مع بعض أقول له تمام برافو عليك واحد تاني يقول لي يا أستاذ أنا حجم معهم الكرات الصغيرة مع بعض والكبيرة مع بعض تعالوا نجمع الكرات الصغيرة مع بعض هذه الكرات الصغيرة كلها مع بعض اتنين أصفر وواحدة أزرق وتلاتة أحمر وبعد نجمع الكرات الكبيرة مع بعض في مجموعة اتنين احمر واثنين اصفر وواحدة ازرق تعالوا نشوف النشاط التاني بيقول لي صل كل كرة بمضرب ثم حدد اي المجموعتين اكبر ادي كورة نوصلها بمضرب ودي كورة كمان نوصلها بمضرب ودي كورة نوصلها بمضرب ودي كمان كورة نوصلها بمضرب وكورة كمان نوصلها باخر مضرب يعني المضرب خلصت لكن الكورة لسه فيها كورة يبقى الكورة اكبر من المضرب طب تعالوا نشوف كمان نشاط بيقول لي ضع علامة صحة اسفل المجموعة الكبيرة طب يا استاذ انا لسه ما بعرفش عد كويس اعرف مين المجموعة الكبيرة قلت له وصل كل واحدة من المجموعة اللي على اليمين بواحدة من المجموعة اللي على الشمال اللي على اليمين دي اسمها دوائر دايرة ودايرة ودايرة كتير مع بعض واللي على الشمال مسلسات كل شكل منهم اسمه مسلس تعالوا نوصل وبعدين نحط علامة صح اسفل المجموعة الكبيرة يلا نوصل مع بعض كل دايرة بمسلس ادي دايرة وصلناها بمسلس وادي كمن دايرة وادي كمن وحدة وآدي كمن وحدة عملين نوصل شايفين مع بعض وادي كمن وحدة وادي كمن وحدة وادي كمن دايرة لسة حنيجي نكمل يا استاذ دا المسلسات خلصت بس عندي لسه في دوائر كتير ما توصلتش يبقى من الكبير قولوا لوحدكم الدوائر ولا المسلسات تمام أحسنتم عدد الدوائر أكبر من عدد المسلسات طب النشاط الرابع أكمل الشكل الثاني برسم نفس النقط في أماكنها المناسبة يعني إيه؟ يعني كأنه بيقولي قلد الشكل الأولاني ارسمه زيه بالضبط في الشكل الثاني تيجي نرسم مع بعض قادي أول خانة وقادي تاني خانة وقادي تالت خانة شايفين مع بعض بنرسم زيهم بالضبط وقادي رابع خانة وقادي خامس خانة وقادي سادس خانة كده رسمنا زيهم بالضبط ولكن بلون مختلف عشان نعرف اللي احنا رسمنا فيه اخر نشاط عندنا بيقول لي صل كل شكل من الاشكال الاتية بالمجموعة التي تناسبه اول شكل مسلس لونه احمر اوصله بانه مجموعة تمام بالمجموعة الاولى تاني شكل مسلس ازرق اوصله بالمجموعة التانية تالت شكل دايرة حمرة اوصلها بالمجموعة الاولى تمام رابع شكل مربع اصفر قال لي اوصله على طول باللون الاصفر اللي عندنا اوصله بالمجموعة الاخيرة طب واللي بعده دايرة زرقاء اوصلها بالمجموعة اللي في النص اللي هي المجموعة التانية واخر شكل عندي مربع اصفر سهل يا استاذ اوصلها بالمجموعة الاخيرة للشpai الجمهة اوصلها بالمجموعة والاوصل اللي في المشيال ين refractعة بمشيahlen اوصلها بالمجموعة للشارجة